استقبل الوزراء الإسرائيليون بهتافات المعارضة لهم في المقابر العسكرية بمدينة سدود خلال إحياء ما يسمى ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى وشهدت المقبرة عراكا بالأيدي بين عائلات الجنود القتلى المويدين لوزير الأمن القومي اعتمار بن كفير وبين عائلات معارضة له عقب ما وصفه من المعارضين أو عقب وصفه من المعارضين بالمجرم ورفعت عائلات جنود قتلى لافتة أمام وزير الأمن يؤاف جلن حملته مسئولية مقتل الجنود